أنه كل العناصر هتقدم كل ما في وسعها من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد هذه الجماهير الكبيرة مرض اللي صارتي أظنه كان محتار كان مش مستقر بشكل سريع هو والمعاونين بتوعه وهو بيختار القيمة اللي داخل النهاردة معسكر الفريق علشان يلعب بكرة مباراة إمب إن شاء الله لأنه الحقيقة عدد اللاعبين المهرة المتميزين برغم هذه الإصابات الكبيرة والكثيرة مكنت مرت اللي صارتي من اختيار قيمة لدخول مباراة الغد مع إمبي القيمة فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد علي معلول وحسام عشور هشام محمد وناصر ماهر عمرو السلية وكريم ندفد جيرالدو وحسين الشحات وصلاح محسن وجونيور أجيه ورمضان صبحي وأحمد حمودي وباسم علي أنتوا هتلاحظوا أنه رمضان صبحي رجع من إصابة خفيفة أبعدته عن مباراة سيمبا هنلاحظ أنه كمان صلاح محسن بدأ يدخل في تشكيل الفريق جيرالدو رجع بعد إصابة خفيفة باسم رجع بعد إصابة فأنت بتتكلم على وحتى حسين الشحات كان أصيب بكادمة خفيفة في مباراة سيمبا لكن الحمد لله قادر عبالي نكم الكبير ده اللي مستنينه برضو بإذن الله أحمد فتحي تحت التأهيل وديكوا شايفين يوم بعد التاني الأهل بيستكمل أو بيسترجع قوته الكبيرة